منظومة المقدمة قال الإمام المقرئ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي المعروف بابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلمه بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصل الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محذر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتائئ فلم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفال والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافته إذواليا لضراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والرا يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلا والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفام عطرا في الثنايا المشرفة للشافتين الواوباء ميم وغنة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخ مستفر منفتيح مصماتات والضدق مهموسها فحفه شخص سكت شديدها لفظ أجل قط بكت وبين الاخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقا لا تم قطبوا جد وليل وويا انسكنا وانفتاحا قبلاهما والانحراف صححا في اللام واراوى بتكرير جعل وللتفشش نضاد استطل باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطقي بلا تعسفي وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب استعمال الحروف فرققا مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الآليفي وهمزا الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليات للطفو على الله والرض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيمي كحب الصبر ربواتي نجت الثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن ساكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحصاء حق الحق وسين مستقيم يسكو يسكو باب الراءات ورقق الراءة إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكانت إن لم تكن من قبل حرف استعلا أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخم اللاما من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص فتاح محذورا عسا خوف اشتباهه بمحذورا عصا وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا باب إدغام الحرفين المتماثلين والمتجانسين وأولي مثل وجنس سكن أدغمك قل ربي وبلى وأب في يوم معقالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم باب الضاد والضاء والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضا شواغ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أغفر ظنا كيف جاو عرسوا عظين ظل النحل زخرف سوا وظلت ظلتم وابروا من ظلوا كالحجر ظلت شعاران ظلوا يظللن محظورا مع المحتظري وكنت فضا وجميع النظري إلا بويل هلو أولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين للخلاف سامي باب التحذيرات وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعظ الظالم والضر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي باب حكم التنوين والنون الساكنة وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندرام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرالا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنونوا والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخيذا باب المد والقصر والمد لازم وواجب أتى وجائز وهوى وقصر ثاباتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حاليني وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جميعا بكلمتي وجائز إذا أتى منفصيلا أو عارض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقوف وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهيا لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح واله يوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول وعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد يا سين ثاني هودلا يشرك نتشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهقطع مما ملك روم النسا خلف المنافقين أم من أسسا فصيلات النسا وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعونا معا وخلف الأنفالي ونحل وقاعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعتر منكلا تنزيل غلة وغيرها صلا فأينما كان نحل صلو مختلف في الشعار الأحزاب والنسا وصف وصل فإن لم هود أن لن نجعلا نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوه هلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوهاوة يا لا تفصلي باب التآت ورحمة الزخرفي بالتزابرة لعرافر منه دكافي البقرة نعمتها ثلاث نحل برهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالتوري عمران لعنة بها والنوري وامرآة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمعي خص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفالي وأخرى غافري قرات عين جنة في واقاعة فطرة بقيت وبنة وكلمة أوسى طال عرافي وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتائي عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرآة واسم مع ثمتين وحاذن الوقف بكل الحراكة إلا إذا رمت فبعض الحراكة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله أبياتها قاف وزايا في العدد من يحسن التجويد يغفر بالرشد تمت المقدمة الجزرية الحمد لله